هنا وسط الدمار في شمال غرب سوريا قرر هذا الرجل حفر ملجأ من الصخر تحت منزل عائلته حماية لأطفاله من المعارك التي تدور بين الحين والآخر على الجبهات في إدلب بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام التي تسيطر على أغلب مساحة المدينة والله يا أخوي هذا الملجأ حفرناه من كذا سنة من أربع خمس سنوات حفرناه من كتر الضرب من كتر الصواريخ من كتر الطيران طيران الروسي هو اللي هلك العباد من كتر الضرب علينا ما بقعين قاعد في البيوت حفرناه الملجأ وقاعدنا وليك هيمونتنا وأكلتنا كليتنا قاعدين هاون ومناكل ومشرب الرجل الخمسيني أحمد خليل حفر هذا الملجأ في عام 2017 في قرية كنصفر التي تبعد أقل من كيلو مترين عن خطوط التماس مع الجيش السوري في إدلب حتى يأويه وزوجته وأولادهم السبعة خليل رأى أن هذا الملجأ أفضل له ولعائلته من خوض تجربة النزوح المرة في مخيمات مكتظة مطالبا بنظرة إنسانية من المجتمع الدولي لسكان المخيمات ورغم أنه داخل الملجأ يشعر بالأمان نسبيا إلا أن حياته وحياة أسرته تشبه القبر كما يصفها خليل الذي وجد نفسه وعائلته وحدهم داخله بينما يخشى الخروج تحسبا لقذائف طائشة قد تنهي حياتهم هذا الملجأ قبر عبارة عن قبر والله يا عايشين عيشي الموت أفضل يعني موسيقى